هذه المزاجيات المتقلبة في مرحلة الطفولة قادرين على تغييرها نعمل له تعديل في السلوك إذا تحدثت بالأمس في اليوم غير اليوم هو يختلف عن الأمس بالتأكيد في قدراتنا في تفكيرنا في نمط التعامل مع الأطفال بالأمس استفادوا جملة من خبرة معينة من رجل مختص ربما وأنتم سمعتم له في تنوع هذا المزاج ضد الطفل اليوم ستسمعون كيف نغير في مزاج الطفل يعني إحنا الطفل بالنسبة لنا لا عالم مجهول غريب مثل كأنه واحد يحاول يكتشف قارة جديدة أو يكوكب جديد في هذا الطفل لا نعرف متى يصرخ متى يبكي متى يفرح متى يضحك الطفل عالم مجهول عالم غريب حركاته غير منضبطة وفي حالات من الاتزان الانفعالي فترى مرة يضحك مرة ترى مرة يبكي مرة ترى منزعج مرة ترى يعني يقترب منك يبتعد عنك هذا الطفل إذن بوصفه عالم غريبا نحتاج إلى عملية اكتشافه الخبير بهذا الموضوع هو منه الجد أو الجدة الذي لديهم خبرة وإمكانية يعني قدرة في تربية الأطفال وصار عندهم خبرات واسعة في هذا الملابس يقول مثلا البنت لا تتعاملين مع الطفل بهذه الطريقة تعاملي معه مع هذه الطريقة ربما الأم تريد تلبسه ملابس معينة هو هو مو ما يحب الألوان لكن قد تضايقه هذه الملابس شوف نأثر على مزاجه لهم نأثر أنت تريد تأكل دولمة الطفل ما يريد يأكل دولمة يريد يأكل مثلا أشياء بسيطة تعود على شرائها مثلا عنده سعادة في اقتناء هذه الأشياء أنت تجبر إلا تأكل دولمة أو تأكل مثلا باتشة أو تأكل بامية لا أنا يريد أكلات بسيطة لا تؤثر على جهازي لاظمي وسهلة وميسورة وفيها ألوان كثيرة مثل هذه الألوان اليوم التي تشع فيها هذه الاستوديو الطفل يحب الألوان يحب الطعام التي رائحة شهية ليس أنت على مزاج استضاعي الحليب لا يفيد رائحة قوية مثلا نفاذة بحيث أنه يجوز نكره الحليب لكن الطفل يحب الحليب من أن تعوده على أنه يعطيه راحة ويعطيه أنزيمات مفيدة لجسمه إذن نحن من غير مزاج الطفل نحن من جعله عصبي يعني ممكن تغير نعم لون الغرفة في بعض أحيانا قد يكون مثير للطفل لون الأحمر مثلا أو نخليه مثل هذا الألوان البرتقالي يزيد شهيته مثلا للطعام ننطين بعض الألوان الوردية التي تعطيه بهجة وسرور حينما يتعود على هذه الألوان نشوف أي لون يحب الطفل أي نوع من البلامس يحبها الطفل هنا نستطيع أن نسيطر على مزاج الطفل بين الحرارة والبرودة بين الضغوط بين الجوع بين الحرمان من الجوع بين الكلمات التي أستخدمها أنا مع الطفل منذ الصباح الباكر